ونتكلم بشكل عام عن هذه المباراة والفرق ما بين هذه المباراة ومباراة نهاية الكاس من وجهة نظركوا طبعا طبعا لا فرق كبير الظروف مختلفة الدنيا اختلفت حتى النادي الاهلي نفسه قيمته حاليا يعني الغيابات فيها أكتر ضغط المباراة كبير جدا كابتن إسلام وحتى عندنا إصابات ما بين الإصابات العضلية وبين إصاباتها مش عضلية النهاردة لما لعيب كدفه يدخلع أو يبقى عنده مشكلة في كسر أو شرخ أو حاجة زي كده دي ما مش شد يعني ملاش دعوا برضو ضغط المباراة أو حاجة ولكن هو ده قدر النادي الاهلي تقريبا بنتكلم في حوالي عشر لعيبة ممكن يبغايبين بكرة عن القايمة كابتن إسلام نتكلم في اللهم اه لو اللي بيلعبوا بشكل مستمر منتكلم في تاما اللعيبة رقم كبير في ظل ان احنا ممكن يعني واحنا بنتكلم نستعرض برضو كابتن إسلام قايمة مباراة النادي الاهلي من بعد مباراة نادي الزمالك ونشوف ان احنا يعني ازاي الغيابات دي مؤسرة عشان البعض خلي بالك البعض بيطلع في التلفزيونات والاعلامي قولك ايه يا باشا الاهلي عنده قايمة مش عارف الملايين ده عندهم مش عارف لعيبة عاملة ازاي لا ما انت النهار ده الفرقة البطل والفرقة اللي هي بتنافس على اكتر من بطولة لازم يكون عندها اكتر من لعب جاهز عشان خطر وتيشان وعشان خطر الكل بيلعب وما فيش عندنا فرق من اللعيب الاساسي واللعيب البديل فلو احنا استعرضنا كابتن إسلام الجدوى المعطشات النادي الاهلي انت هتتصدم ده احنا بنتكلف جدوى بس لحد يوم ثلاثة يونيو بصها كابتن إسلام اي دي هو هنلاعب دزمالك اه لا ثلاثة يونيو لأ من كلام لتوقف الدولي نهاردة بصت خمستاشر دزمالك بكرا يوم عشرين انتم تسافر تطلع كنو ترجع تلعب ما زمدي اه ما عليش من خمستاشر لعشرين حدركم شايفين خمس ايام ولكن من خمستاشر لعشرين انت عندك سفر للكنو بالزبط واترجع من عشرين لستة وعشرين عندك الرجوع من الكنو بالزبط كده ترجع وتستعد لمباراة الاياب بص بقى ستة وعشرين بقى واحد مايو اربعة سبعة احداشر اسماعيل يجونا اتحاد بلدية كل بقى مطش في حتة اللي في الاسكندرية واللي في القاهرة واللي في المحلة كل دي بص الفرق الزمني عامل ازاي عندك بقى في تلات مطشاط دول لو ربنا كرم ان شاء الله ودللنا تمناه ان احنا لو تأهلنا للنهاية يا كابتن اسلام المباراة دي هتتأجل المقاولين واسموحة وزد دول هتأجله عشان زهاب وقياب النهاي دوري ابطال افريق حال ان شاء الله ربنا كرم وتأهلنا لان النهاي هيبقى تمنتاشر مايو تقدر انا حاجة تانية هتلعب خمستاشر تسعتاشر خمسة وعشرين بالزبط كده لأ سبعة وعشرين سعطاشر سبعة وعشرين بالزبط كده فالنهاردة بص الجد وبعد كده عندك توقف ده للمنتخب لو بيتكلموا اصلا فيه عن تسريبات لتسريعات لكابتن عسام عسن ان هو عايز بدري اسبوعين طب لو النادي الاهلي اتأهل للنهاي هنجيب الاسبوعين دول منين فالجدوى المزدحم جدا مع قيمة الاصابات دي حتى لو نادي الاهلي لعب المباريات دي كلها يعني هايبقى لعب اعتقد يا دوبا يكون قفلنا بسبعتاشر ماتش بتوع الدور الاول اللي هو حتى انت هايبقى عندك ماتشات كمان لسه مؤجلة فكل ده مع الاصابات دي وتلاقي الكلام والضغط على النادي الاهلي فين الاداء وفين المكسب اللي بالسكور وفين الموضوع صعب اه طبعا ده قدر النادي الاهلي ولازم اللعيبة تبقى عندها ان هي تستغل خبراتها ان هي تلعب تسجل وتستغل الفرص ولكن فينها دي الظروف اللي النادي الاهلي بيتحط فيها ونتمنى ان شاء الله ان مباراة الزمالك بإذن الله تعدي على خير لان هتفرق معانا طبعا في جدول الدوري وحتى معنوية للمباراة اللي جاية طبعا مباراة الزمالك في الاخر والله انا بقى اعتمدش فوارق قبل الماتشات بتاعة الاهلي والزمالك دي خالص يعني انا بحبش ابصها على فوارق هي دايما القمة يا القمة والفرقتين ودخلين بدوافق صحيح انا اتوافق معك يا فكلام قبل المباراة انت كنت عامل ازاي ده ما بيفرقش في اي حاجة في المباراة في الاخر هي تسعين ديئة اللعيبة هنا وهنا بيكونوا مستنفرين وفي اعلى حالات التركيز حتى لو النتائج كانت مهتزة لفريق من الاتنين قبل القمة حتى لو الغيابات كتير القمة ما لاش حسابات خالص تعتمد هي في الاخر ماتش كورة تسعين ديئة كل اللعيب بيبقى نازل نفسه حاجة اللي نديه والنفسه وماتشاط بتخلد في التاريخ وفي تاريخ الكورة بتدخل اللعيب اللي بيسجل هدف بيدخل تاريخ الكورة حتى لو تاريخه كله اختصر في هذا الهدف لكن في الاخر الماتش هو او تسعين ديئة دي هي اللي هتحدد ايا كانت الفوارق قبل المباراة حتى لو اتكلمنا على غيابات هنا هنا في لعيبة غايبة كتير وهنا في لعيبة غايبة كتير هنا في لعيبة رجعة من اصابات او ما بتشاركش بقالها فترة وهكذا لكن القمة هي القمة فأي فوارق بتدوب اول ما صفارة الحكم بتعلن بداية المباراة طيب وممكن نكمل عصابر في حتة بطش اتنين واحدة كابتن لو تفتكر بتاع موسماني الموسم قبل الماضي الدور الاول كان نالي الالي وقتها برضو عنده حوالي 12 لعيب غايب ما بين اصابات وكورونا وقتاش ناوي كان مصاب ونالي الالي الحمدلله قدر انه يكسب باتنين واحد وكان عالي لطفي هو حارس المرمى وقتها يعني نقول نستبشر خيرا ان حتى لو في غيابات الناس الآن ان شاء الله اللي موجودين في الملعب طبعا ربنا يوفقهم ان احنا ان شاء الله نقدر نحق التلاتة نقاط يعني